حقيقة بحاول اعمل مداخلة يعني بعد شوية طلع امبارح كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي السابق وقال انه احمد ياسر ريان كان وقع لنادي الزمالك لكنه في اتفاق ضمني ما بين الاهلي وسيراميكا انه مفيش لعيب راح من عندنا راح لي يروح لنادي الزمالك احد المصادر الهمة داخل نادي سيراميكا الحقيقة قالك انه احنا يعني ايه نرفض بيع لعبتنا للزمالك خوفا ومجاملة للنادي الاهلي المصدر قال هذا الكلام غير مقبول جملة وتفصيلا احنا اقدارة محترمة احنا اقدارة بتشغل لصالح النادي ننتشغلش ارضاء لحد اه حرسين على العلاقة الجيدة مع كل الاندية دون استثناء والدليل ان احنا نفسنا كسيراميكا السنة اللي فاتت اعتذرنا عن بيع او عارض محمد بسام للنادي الاهلي وقبل كده كان احمد رمضان بكم لان احنا كنا عايزينه طب ما يخص احمد ياسر رايان قالك هناك حالة من الاستغراب الشديد عندنا انه بقولك انه اللعيب وقع للزمالك ولا عيب في سيراميكا لانه دي مخالفة بتستحق المسألة والمحاسبة وبعدين ازاي كنا حنبيع رايان للزمالك وانا ما عنديش عارض رسمي اصلا من نادي الزمالك كل المفاوضات اللي كانت بتيجي كلها الو الو اهلا بكم الو الو رايان عندكم كلها مفاوضات شفاهية ما فيش حاجة مرسلة ما فيش حاجة ما فيش ما ما جاليش فاكس ما جاليش ايميل ما جاليش اه جواب ما جاليش اي حاجة وحتى كمان هذا المصدر اكد ليه شخصيا قال لي ان مفاوضات اه صديق الجولة بدأت بعد ما بيراميز كان خلص الصفق والعروض اللي تقدمت لنا من نادي الزمالك صعب جدا يتوافق عليها وابتلو ليه قال لي لانها هي اما بتكون هزيلة ماديا او بنظام تقسيط مريح وبالتالي لا يمكن ان احنا كسيراميكا نبص فيها وبعدين قال لك الله طب ما يسر رايان مش وراح البنك الاهلي برغبة مؤكدة منه ومش بالغازب وده دليل على انه احنا نادي موقفنا ايجابية وموقفنا مرنة جدا طالما لا يوجد تعارض مع سياسة النادي سيراميكا ومصالحه الحقيقة ما اقدرش اقول عن الكلام ده غير كل الاحترام